إنها حكومة الصيف والشتاء تحت سقف واحد فهي لم تجتمع قبل الظهر للبحث في قضية النازحين فيما اجتمعت بعض الظهر لمواصلة دراسة أرقام موازنة العام 2024 وبنودها فهل نحن أمام حكومة مسؤولة حقاً أم أمام وزراء لا يتحملون مسؤولياتهم أو لا يريدون أن يتحملوها لألف سبب وسبب في الحالين ما حصل بحجم الفضيحة إذ فيما يدخل لبنان حوالي ألف نازح سوري يومياً وفيما لبنان ينوء تحت ثقل النزوحين القديم والجديد يتهرب عدد من الوزراء من المشاركة في جلسة الحكومة كل واحد تحت حجة معينة لكن كل الحجج تسقط ولا قيمة لها أمام قضية وجودية تنهش يومياً الجسد اللبناني لذلك كان على الرئيس نجيب ميقاتي وبدلاً من أن يبحث في نهاية جلسة بعد الظهر قضية النازحين أن يعود ويخصص الجلسة كلها للموضوع وفي حضور القادة الأمنيين إذ ماذا يفيد البحث في موازنة العام المقبل إذا استمر إغراق لبنان بالنازحين وإذا أصبح أكثر من نصف الموجودين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين وفيما لبنان يعاني التداعيات الكارثية للنزوح السوري فإنه لا يزال يدفع الأثمان الغالية نتيجة اللجوء الفلسطيني فالمعارك في عين الحلو مستمرة لليوم الخامس على التوالي فيما السلطة الشرعية تحاول التوسط بين القوى والفصائل الفلسطينية لكن بلا جدوى سياسيا إنه أسبوع لودريون الذي يبدأ لقاءاته غدا على أن تستمر حتى الخميس المقبل حتى الآن لم تحدد خريطة الطريق التي سيتبعها المبعوث الرئاسي الفرنسي وما إذا كان سيدعو إلى جلسة حوار عامة أم لا علما أن المعطيات تفيد بأن لودريون يدرك صعوبة الأمر لذلك قد يكتفي بعقد لقاءات حوار ثنائية على أن تخل الساحة بعد الخميس للوفد القطري الذي سيحاول إعطاء ضفع قوي وواقعي للإستحقاق الرئاسي فهل ينجح القطري المنحاز لقائد الجيش والمدعوم سعوديا وأمريكيا حيث فشل الفرنسي أم أن المسعى الجديد لن يحقق النتيجة المتوخات فنعود إلى الدوران في حلقة الفراغ من جديد جميعاً 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 شكرا